صباح الفل السلام عليكم ورحمة الله منظر الجزائريين حوالين مقر الفيفا في السويسرا منظر يخلي اللي ما بيحسش يحس يخلي اللي ما عندوش مشاعر تتولد فيه المشاعر ويبقى عندو دم ويبقى عندو حب بلده انا طبعا عملت فيديو المنظر ده لما شفته لكن انا بعمل فيديو تاني بأكد كلامي ان في اخ يعني معرفش بقى جزائري ولا تونسي ولا مغربي بيقول يا كابتن انت بقى لك كذا يوم بتتكلم مع الجزائر بس طب القناة بتاعتي احداث كرة قدم في مباراة يعني امبارح في مباراة مثلا هل تونس لعبة مباراة دولية وانا ما تكلمتش على المباراة هل المغرب لعب مباراة دولية امبارح ولا اول وانا ما تكلمتش على المباراة يعني حد يقول يا جماعة ريال مدريد لعب اول امبارح حللت المباراة كلها ليفربول حللت المباراة منشستر سيتي حللت المباراة يعني يعني انا راجل دي قناة لكرة القدم اقوى حدث اقوى حدث ع القرى الارضية دلوقتي هو ظلم الجزائر وموقف الفيفا هيعمل ايه عايزني ابعد وما اتكلمش على منتخب الجزائر الشعب الجزائري اللي حب القناة وانا حبتهم شعب الجزائري يا جماعة انا بقى لي ست سبع شهور ركزت بس على تحليل منتخبات العربية والدولة الانجليزة بطولة اوروبا المتشاط المهمة لكن كل تركيز على المنتخبات جزائر تونس مغرب مصر يا اخي الشعب الجزائري حبني هما اللي دخلوا على القناة انا عندي القناة دي بتاعتهم اكتر من سبعين في المية من المشتركين في القناة جزائريين الحسابات عندي بتقول كده عايزني لما يتظلموا ولما الدنيا شايفة كلها ان الجزائر مظلومة عايزني اديهم ظهري واتكلم على حاجات تانية انا مش كده انا بحب الشعب الجزائري ان هو داعم للقناة ولما عملت تحليات لتونس والمغرب والجزائر حظ ان الجزائر كسب كاس العرب حظ ان الجزائر لعب مطشط وديها وكسب بنتاج كويسة فالجمهور الجزائري دخلوا عندي وشرفوني وحبوني انا حللت تونس وحللت المغرب في كاس العرب باكنشي لهم الحظ ان هم ما يكملوا في كاس العرب فالجمهور يعني بعت شوه لكن عندي جماهير تونسية على رأسي من فوق جماهير مغربية على رأسي من فوق اكسم بالله لو الظلم اللي حصل على الجزائر حصل على تونس او حصل على المغرب انا كنت هتكلم اتكلمت على على مصر الارهاب الخارجي بس الليزر والحاجر لما حاجة جوه الملعب ما حصلش حاجة جوه الملعب فاللي انا شفته من الجزائر مطش الجزائر والكاميرون هو دا ما شفتهش في حياتي انا لعبت كرة ولفت العالم لفت العالم كل في الكور الحمد لله لعبنا اولمبياد برشلونة لعبنا كاس عالم الشباب في البرتغال لعبنا كاس عالم عسكري في المغرب لعبنا كاس عالم عسكري في المغرب لعبنا بطولات افريقيا لفنا روحنا افريقيا واروبا واسيا كل حاجة ما شفتش مباراة فيها ظلم بين وظلم واضح زي الجزائر والكاميرا خصوصا الجزائر افضل في المطش اللي هناك وكسب هناك واحد سفر عملوا بقى العصابة وكمبينا في المطش بتاع الجزائر من كل النواحي عايزني الايام دي ان الناس كلها كل القنوات وكل التلفزيونات والعالم كله بيتكلب على ظلم الجزائر عايزني انا للجزائرين اكتر ب70% من القناة هديهم ظهري واعمل عبيت انت مش طبيع يا ابني تحسبني امتى النهاردة مثلا فيه مطشات اوروبا او بطولة اوروبا او مطش المنتخب مصر ولا حاجة شفتني سبت مطش يعني لاحداث مبارح مفيش حاجة وفجئت بالشعب الجزائر الجميل راحوا ووقفوا قدام المقر باعلام الجزائر والله اخي مشهد يفرح مش عايزني لما اكون فرحان من موقف معلنوش خصوصا ان الجزائريين انا بحبهم جدا وهم حبيبي جدا ما شفتش منهم اي حاجة وحش يوم ما يتظلموا اعمل نفسي واتكلم في حاجات عبيطة القناة دي معمولة لتحليل المباريات انبارح ما كشفيه مباريات خالص خالص ما كشفيه مباريات لما حصل الحدث ده اتكلمت عنه شكرا 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 شكرا